بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان احنا النهاردة دايماً بيبقى معنا معادنا مع النور الكامل مع كامل النور صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح السرور والبهجة والتجارة التي لا تبور حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي دايماً كلامه بيعطر قلوبنا وبيريح بنا وافتح لنا مجالات جديدة وكأنه بيعرفنا من جديد على الحياة اقول لكم حاجة الحقيقة احنا مخليين الجزء ده من قراءة الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المدخل الحضاري الجميل اللي بيجمع كل مداخل الحياة عارفين ليه؟ لان احنا حسين ان حياتنا دائت علينا قوي فما كانش حد ممكن يكون سبب لتوسعة هذه الحياة ويجدد نظرتنا للحياة ويخلصها من اوهمنا ومن شوائبنا غير حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوتي جوامع الكلم بأبيه وأمه فتعالوا نشوف حديثنا النهاردة ويزايا هي نور مساحات من حياتنا سنوات أعدت ويمضلمة حديث حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيروي عن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل رجل من جنة لا يأمن جاره بوائقه حديث حديث ده صحيح حديث من الأحديث اللي حسنها جماعة من العلماء وهذا الحديث بيكلمنا عن مفهوم مهم أوي أوي ومفهوم الاستقامة وبيغزل مع مفهوم الاستقامة مفهوم تاني من أين تبدأ الاستقامة وهذا الكلام هو أفضل علامة علامة على ماذا؟ على الإيمان فالاستقامة أفضل علامة على الإيمان الاستقامة أفضل علامة على الإيمان ولذلك كان ما شيخنا يقولون دايما حاجة مهمة أول بيقولوا إيه؟ بيقولوا أفضل كرامة الاستقامة مش الكرامة أن أنت صاحب أنوار وصاحب كشف لا الاستقامة ليه؟ جايبينها من هذا الحديث أن الحديث ده بيبين إيه أكتر علامة بتدل على ثبات القلب ثبات الإيمان في القلب أو ثبات الإنسان على الإيمان ولذلك تعال أقول لكم يعني استقامة فيما تعلمت وفيما فهمت الاستقامة قيام بالطاعة بغير كسل هو هذا الاستقامة قيام بالطاعة بغير كسل وعمل مع حسن أمل تعمل الخيرات وانت حسن الأمل في الله وحسن الظن بالله ومواصلة للسير بغير ملل ودوام النظر للمولى الأجل نقولها تاني الاستقامة الاستقامة إيه؟ أربع حاجات الاستقامة قيام بالطاعة بغير كسل وذلك حضر النبي اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل قيام بالطاعة من غير كسل وعمل يعني عمل صالح مع حسن أمل ومواصلة للسير من أتاني يمشي أتيته هارولة ومواصلة للسير بغير ملل إن الله لا يمل حتى تمله وآخر حاجة دوام النظر للمولى الأجل سبحانه وتعالى هو ده هو ده الاستقامة إذا كنت عايز تستقيم هو ده الاستقامة شوف الاستقامة مغزول فيها إيه؟ مغزول بها عمل الجوارح بس قبلها عمل القلب وزيك الحديث بيشرح لنا إن أحد أهم الوسائل التي يستقيم بها الإنسان هي إيه؟ هي استقامة القلب ولزيك عرفوا الاستقامة قال لك الاستقامة دي خروج عن المألوفات ومفارقة الرموء السوم والعادات والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى على حقيقة الصدق وكانه بيقول لك إيه؟ الحاجات اللي انت بتألفها زي إيه؟ الشهوة اللزة المعصية الراحة والكسل مش الراحة الكسل والعجز وطول الأمل بغير عمل كل ده اسمه إيه؟ المألوفات والعادات الكذب الغدر الغيبة النميمة الحسد الحق الانتقام همألوفات دي ده أنا وبتكلم كده الناس حضرتكم حسيته آه 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 الناس عندها ده وساعة إحنا عندنا ده آه فالمألوفات والعداد دي الإنسان يمتنع عنها هي دي الاستقامة وإيه اللي يحصل ويتمثل نفسه بين يدي الله سبحانه تعالى ولذلك انت لو عرفت ده والإن الحاجات دي اللي هي الاستقامة عزيزة أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس لا يطيقونها فبيقول حظة النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تطيقوا يبقى إيه اللي حاصل الله سبحانه وتعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إيه بقى جزاءهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كل ده من أجل الاستقامة قالوا ربنا الله ثم استقاموا كل ده يحصل لهم آه كل ده يحصل لهم استقامة دي عجيبة الاستقامة يا سيدي لما نعملها بالأربع حاجات اللي احنا تكلمنا عنهم وبالتعريف اللي فيه ترك المألوفات ترك المألوفات ده وات اسمه التخلية وبعدين الوقوف ما ينادي إلا للتحلية ويحصل بعد كده التجلية الاستقامة أفضل نموذج في المقامات العالية لتزكية النفس فيها الثلاث عناصر التخلية تترك المألوفات والعداد كل الحياة الزميمة وتقوم عند الله ولذلك الاستقامة هتتفصل بأنهم لم يلتفتوا إلى غير الله الآية ما التفتوش لغير الله تعالى سبحانه وتعالى وهذا هو غاية الاستقامة أم لم يحدش التفت ملتفت ولا يصف هي دي الاستقامة طيب والإحسان نعمل إيه يا رسول الله عشان نستقيم حضرت النبي قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ومعنى كلام حضرت النبي صلى الله عليه وسلم استقامة أعمال الجوارح بتكون باستقامة القلب ومعنى استقامة القلب إن يكون دائما ممتلئا بالمحبة لله والمحبة للطاع والعزوف عن المعصية وكراهيتها زي ما قال سيدنا ابن رجب لما قال رحمه الله علشان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان حضرته صلى الله عليه وسلم يقول أو هو بيتكلم اللهم إني أسألك قلبا سليما تعالوا نقف شوية ونحن نتكلم على الاستقامة في هذا السياق إيه اللي حصل حصلت حاجة عندنا كده في المئة سنة اللي فاتت في حد عمل لنا لغبطة في مسألة الاستقامة حول الاستقامة إلى الاستقامة الكمية يعني إيه الاستقامة الكمية اعمل أعمال الجوارح اعمل أعمال الجوارح وإن اللي حاصل وما سيبك من مسألة القلب ما تعولش على مسألة القلب قوي مع أني حديث الرسول الله يسلم على فكرة هذا الحديث حديث لا يستقيم إيمانه عبد حتى يستقيم قلبه هو نفس قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني لازم قلبك يستقيم لازم قلبك يكون سليم عشان يستقيم عملك ويظهر الإيمان في قلبك طيب إيه اللي حصل مع التدائن الكمي قالوا الشخص المستقيم اللي هم سموه الملتزم هو اللي يعمل للعبادات الظاهرة وما دمت أنت شفته بالعبادات الظاهرة يبقى خلاص هذا شخص مستقيم لدرجة أقول لكم شوية حاجات كده بتحصل في وقائنا المؤثر غريب قوي قوي في ولد بناء على المصيبة اللي حصرت دي وكانوا زمان يعلمونا لما تجلس في مجلس كده تقول إيه سبحان الله ربنا جعل الناس كلهم فيهم جمال والناس كلهم أولية وما فيش عاصي فيهم غير أنا ليه لأنه مش متطلع على اللي في قلوب الناس ممكن على فغر قلوبهم بتبقى سليمة وأنا قلبي الوحيد اللي أنا عارفه لا تدع يقين ما عندك آه أنا عارف اللي في قلبي إيه لحسن نظن الناس فيك وليزي كل اللي حصل ما بيحكمش على حد ما حدش بيحكم على حد ففي ولد فجئنا ببوست كده غريب قوي قوي إيه اللي حصل اتقدم لوحدة فأهلا ما إبلهوش ففضل يتوعدهم عارفين بيتوعدهم بيه بالنار أنتوا دخلين النار مجهزي نفسك أنت وأهلك عشان تتشوه مع فرعون وأهلي وقومي وما لأيه إيه ده إيه يا ابن اللي أنت بتقوله ده آه لأن انتوا خلفتم أمر حضرة النبي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه على فكرة احنا أكيد كده مش هنرضى دينك وخلقك اللي أنت بتعمله ده ولا عايزه بالله ده من الكبائر أنت مغرور أنت كاذب أنت غلبت عليك شقوتك وغلبت عليك نفسك واللي أنت بتقوله ده جاي من النفس الأمارة بالسوق آه طب إيه اللي حصل دي مصايب التدين الكمي مصايب إيه أهم حاجة أن أنت تظهر بمظهر المتدين لكن إيه اللي في قلبك مش أفضل عليه عارف ليه أصلا سهل يعني سهل إن أنا أفضل أروح المسجد واجب المسجد سهل معرف إيه جاي من الصعب سهل بس الحاجة اللي محتاجة بقى وصل بالله واستقامة باللي إحنا قلنا ده بالأركان الأربعة دي دي محتاجة عمل إلا من أتى الله بقلب سليم إزاي تأتي الله بقلب السليم والقلب السليم ده هو السالم من الأفات والمكرهات يعني القلب السليم ده ده السالم من الأفات والمكرهات كلها وهو القلب ليس فيه سوى محبة الله وخشيته علشان كده هو القلب اللي هينجو في الآخرة زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى على الإلسان مين سيدنا إبراهيم ولا تخزيني يوم يبعثون إمتى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا الله طيب إيه بقى طريق استقامة القلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أحد طرق سلامة القلب واستقامته هو سلامت اللسان واستقامته فيقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يستقيم قلبه قلب عبد حتى يستقيم لسانه لسان في طريقة وقبل استقامة اللسان في طريقة حاجة أهم من قبل استقامة اللسان بتوصلنا لاستقامة اللسان حضرت النبي بيشير إليها لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدثون عن أصحابي فإني أريد أن ألقاهم سليم الصدر فإيه اللي حاصل يبقى كمان ودانك لا تسمع إلا الخير حضرت النبي كان أذن خير ما بيسمعش غير الخير ما يسمعش الشر يبقى عايز قلبك يستقيم ليبقى ما تسمعش الشر وعايز يظهر أن قلبك مستقيم خلي لسانك مستقيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لسانه ذكرة وصمته فكرة وده طبعا عشان يستقيم اللسان معناه آكد عند حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في عديد من الأحاديث حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أكد على ده فيقول حضرت النبي وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد إلا حصائد ألسنتهم يعوز بالله للدرجات آه طبعا لأن الكلمة نور بعض الكلمات قبور الكلمة فرقان بين نبي وبغي كلمة إن الرجل لا يتكلم والكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار سبعين خريفة وكمان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا إن السلام في السكوت وإصلاح اللسان فبيقول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك أنت تبقى سالم مدام أنت صمت ولذلك جاء في الأسل إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت فاعلموا أنه يلقن الحكمة يا الله يبقى إيه لحاصل يبقى محدش يزعى من الصمت ولذلك حضرت النبي قال من صمت نجا وده يتضح منه إن أحد سمات المسلم المستقيم أنه لا يقول إلا خيرا مش بيئزي ده ويجرح ده ويوجع قلبي ده علشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إن المؤمن والمسلم المؤمن من أمينه الناس والمسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ودي وكأن حقيقة الإيمان مرتبطة بحسن الكلام والصمت ولذلك حضرت النبي الله سبحانه وتعالى أمر وأمر المسلمين فقال وقولوا للناس حسنة يبقى الصمت عن الكلام المؤذي أو اللي بيجرح أو يكسر في قلوب الناس أو يوجع الناس أو يكسر بخطرهم ده يودي الإنسان إلى عدم الاستقامة وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه يعني إيه يحبس لسانه ولذلك سيدنا أبو بكر يمسك لسانه ويقولي ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من هذا من لسانه ولذلك من الناس لازم تعرف أن في حاجة اسمها صدقة اللسان إيه اللي هي الكلمة الطيبة حضرت النبي قال والكلمة الطيبة صدقة وإن الواحد لما بيحسن الكلام للناس ده معناه أنه أكيد عنده إيمان صحيح تعالوا أورركم المسألة إزاي تعالوا نشوف حسن الكلام من رؤية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه اللي يخلي الكلام الحلو والكلام الحسن دليل على الإيمان ما رأيته إنسانا يحسن الكلام وهو صادق في ذلك إلا وفي قلبه ثلاثة أنوار نور الأول نور إيه يا سيدي نور الأنس بالله تلاقي الواحد هو بيكلم الناس كده وبيقول كلام حسن بيخليهم يحسوا بالأنس بالله زي ما هو حاسس ما تلاقيش حد بيقول كلام حسن إلا وعنده نور يخترق قلوب الناس فيرى أجمل ما فيهم فالتمس لهم الأعذار ويعينهم على إنهم يظهروا ما فيهم من جمال النور التالت اللي يكون عند الإنسان إنه إلا حاصل شايف فعل الله في الخلق نور رؤيته لفعل الله في الخلق فمسلم لنور الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنوار دولة تجدهم في الشخص اللي بيتكلم الكلام الحسن ولذلك تلاقي ناس لما تقعد معهم كده يطلعوا أحسن ما فيك ليه؟ عشان أنوار الله سبحانه وتعالى لأن اللسانهم مستقيم لأن قلوبهم مستقيم يقول ذلك حضرت النبي يقول أفضل الصدقة صدقة اللسان قيل يا رسول الله ما صدقة اللسان قال الشفاعة تفك بها الأسير يا سلام تروح تقول له معلشي ده عشان خطري سمحوا المرات وتحقنوا بها الدماء خلاص يا جماعة خلاص مش معقولة هنأذي بعض ونضيع بعض وإيه اللي حاصل وتجروا بيها المعروف تجلب المعروف عن ناس تجروا بيها المعروف والإحسانة إلى أخيك وتدفع عنه الكربة أو الكريهة يبقى إيه اللي حاصل يبقى إذن هنا لازم نعرف أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ختم الكلام عن الشيء اللي بيأذي عن الشخص اللي بيأذي واره مش هيدخل الجنة والحديث ده لازم نفهمه في السياق الحديث اللي قال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال له يا رسول الله إن فلانة تذكر تذكر بكسرة صلاتها وكسرة صدقتها وكسرة الصيامها غير أنها بتعمل بقى تؤذي جيرانها بلسانها أوه قال هي في النار يا رسول الله كلام واضح لأن ده بيسري في أعراض الناس قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تتصدق بماذا بتتصدق بكثير من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة هنا بقى نلاحظ بأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جعل وهو ده بقى من صدق الحديث وهل يكبوا الناس فإذا كان حصائد الألسنة السيئة تكبوا الناس على وجوههم أو على مناخيرين في النار فحصائد الألسنة الحسنة تفتحوا أبواب الجنة وعشان كده لازم كل واحد فينا يعرف إن فيه ارتباط وثيق ما بين القلب واللسان حتى إحنا بنشوف كده في علم الإدارة وعلوم التواصل في الكمونيكيشن يقولوا إيه اللسان ويقولوا على العين واللسان مغرفة القلب يبقى إيه اللي يحصل اللسان بيطلع اللي في القلب وكمان اللي في العين بيطلع اللي في القلب وذلك صلاح اللسان من نقاء القلب وأحد أهم طرق تنقية القلب هو حفظ اللسان ما تقودش تتكلم كلام سيء تعالوا بقى نقول شوية حاجات كده تخلي الإنسان في الحقيقة يستطيع أن يكون بهذا المعنى اللي هو استقامة القلب أول حاجة لا تدخل على قلبك المساوئ فيه ثلاث مساوئ ما تدخل عاش على قلبك ماذا؟ مساوئ الإيه؟ مساوئ الحكايات عن الناس ما تسمعش حكايات عن الناس تاني حاجة مساوئ الأحداث المؤسفة متعودش تسمع أحداث مؤسفة كتير تاني حاجة ما تدخلش على قلبك أشياء تخوفك فتخليك تايما تتكلم بالكلام السلبي المر الأسود تاني حاجة عشان تحفظ لسانك قلل من الأحكام على الناس قلل من أحكامك عن الناس توقف عن الأحكام مش لازم مش لازم كل مواقف حكم مش لازم كل شخص حكم ده ما يخليكش أبدا محفوظ اللسان تالت حاجة بطل مبالغة أنا ما فيش يوم ما شفتش يوم حلو في حياتي ده مش من حفظ اللسان هتعمل إيه في شكر النعمة بطل مبالغة كسرة المبالغة تجر إلى ماذا؟ تجر إلى مساوئ اللسان وتجر والعيز بالله إلى الخوض في أعراض الناس وتجر والعيز بالله في الإيزاء الناس وكسر خواطرهم وآخر حاجة عشان تحفظ لسانك عود لسانك لا تمر ساعة إذا كنت دائما تتكلم إلا وتقول شيئا حسن ولما تذكر الناس اذكر أحسن ما في الناس ولما تيجي تكلم مع أهلك اذكر أحسن الكلام عن أهلك وتعالوا أنكم واجب كده جادت في كل حلقة نتكلم في حديث رسول الله سلام نعمل واجب من الواجبات اللي احنا طلبينها إن احنا النهاردة نبتدي نعمل حاجة مهمة لا يمر يوم علينا إلا وقلنا كلمة حلوة لأهلنا تقول كلمة حلوة لزوجتك فتقول لها أنا ممتن ليكي إن أنت طول الوقت وقفة في ظهري وكل يوم تقول لها كلمة فيها متح لشيء حسن فيها تقول لي تابونا أعمل كده ليه أعمل كده صدقة أعمل كده لحفظ لسانك أعمل كده لده جديد إيمانك جددوا إيمانكم بالقول الحسن وإخراجي أحسن ما في أهلكم هو تتمرين وتقول لابنك على فكرة أنا واثق فيك ومن الحاجات اللي بتخليني ما شلش هم كتير إن ربنا سبحانه وتعالى الرزقني بيك إنت سندي وإنت صديقي وإنت حبيبي وقول لي بنتك إنت من أجمل ما رأيت إنت ست البنات إن شاء الله سبحانه وتعالى يجعلك في أحسن حال وإن شاء الله دايماً أكون معاك افضل أقول الكلام ده لأهل بيتك مش عشان يصدقوه عشان يعيشوا به وساعتها لما داوت هيتحول إلى طاقة نور في قلوبهم هتعرف يعني إيه مدد ربنا اللي أجرى على لسانك يا رب جعلنا دائماً من أهل استقامة القلب اللي بيدل عليه باستقامة اللسان وجعلنا يا ربنا باستقامة اللسان نذوق حلاوة شهد الإيمان يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من هؤلاء واجعلنا دايماً من أهل الاستقامة واجعل الاستقامة خير علامة على إيماننا يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي عشان نجيب على أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره وإحنا منخصص لها الوقت دوت عشان نجاوب عليها لإن هي في غاية الأمية عندنا ولابد أن احنا نجاوب عليها عشان نفضل متواصلين في مجالس العلم ومجالس النور ومجالس البركة سؤالي أول بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا إذا كان مدفون عدد من المتوفين في قبر واحد فعلا عند عذاب أحد من المتوفين هل الآخرين مدفونين معه يحسوا بعذابه؟ الجواب لا بكل وضوحه بكل صراحة مفيش تأثير لحد بيعذب في قبر على حد تاني ليه؟ من الأساس لأن احنا عندنا قاعدة القاعدة ديت وخاصة أن القاعدة ديت في الحساب أو القاعدة ديت فيما يتعلق بالجزاء ولا تزر وزرة وزرة أخر صحيح إحنا بنطبق القاعدة دي فقياً كمان على الحياة الدنيا يعني محدش يعاقب بزن بحد تاني لكن كمان في الآخرة وكمان في البرزق محدش بيعذب بعذاب حد تاني ولذلك طبعاً نعمل إيه؟ طب إحنا دايماً لازم نكون عارفين من كرم ربنا بيعملنا إزاي؟ يعاملنا في الأشياء التي فيها فسحة وفيها مدد وفيها خير وفيها لطف يعاملنا بماذا؟ بواسع كرم طب والحاجات التي فيها عقاب لا الله سبحانه وتعالى لا يعاملنا بهذا الأمر فقد يخفف بوجود الإنسان بجوار التقي الولي الصالح ولكن لا يزداد عذاباً بمجاورة العاصي لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا لي قبر أخي عثمان بن مضعون أدفنوا إليه يعني إيه اللي حاصل؟ لقبر مبارك بتنتنزل عن الرحمات لأنه كان خيراً حسن الخلق جميل المعشر حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يراه من الصالحين فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ألم جورته إن شاء الله سبحانه وتعالى تكون شافعة وتكون ميسرة فيجي واحد يقول لي طب شمعنا لا ما فيش حاجة يسمعها اشمعها شمعنا في حاجة ماذا؟ الله لطيف بعبادي فأعطى هذه العطية فما يجيش حد يقول إيه؟ ليه ربنا يعني في العطية بيجعل الشخص لو جاور إنساناً صالحاً يسر عليه وفتح عليه وخفف عنه كريم سبحانه وتعالى كريم خزائنه ملأ سحاء الليلة والنهار كريم سبحانه وتعالى ولأنه يعفو عن كثير إذن هو كريم لبن إنسان لو جاور من يتعذب لا يعذب بعذابه لو يجاور حد من الصالحين إن شاء الله تشمله هذه البركة ويشمله هذا الجمال السؤال الثاني بيقول أنا ليه أخي دايماً يشتمني لا حاول ولا قوة إلا بالله ويدع علي كتير بأسوأ الكلام والأدعية يقول لي يا رب تموتي يا رب تتشلي وبيعايرني إني ما تجوزتش أنا خلاص كرهته للأسف قلبه بقى مليان سواد أنا دايماً بحسب عليه وقول له ولك مثله هل أنا علي وزر كده وكمان عايز يضربني لما بقف قدامه ودافع عن نفسي أنا أقول لك الحكم وأقول لك النصيح أول حاجة الحكم اللي بقولهولك إنه هو لو دعيت عليه ما عليكيش وزر بس وبعدين ما فيه ناس ما بتقدرش تستحمل ده إن هي دعت على أخوها حصد لو حصل له حاجة لو حصل له حاجة أنت هتتوجعي وزيك أنت لو كنت مظلوم ما يخلي عندك بقى الزكاء اللي أنا أتكلم عليه إيه هو عندك هو واتقي دعوة المظلوم لأنها ليس بينها وبين الإيه بينها وبين الله حجاب فإيه اللي حاصل خلاص ادعي نفسك ادعي ربنا يهديه ادعي ربنا سبحانه وتعالى يسلم قلبك وادعي ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك وادعي ربنا يجعلك أنيس هو ده هو ده الذكاء هو ده الإقبال على الله سبحانه وتعالى وهو ده اللي يعمله الصالحين وهو ده يعمله الأولية هم ده اللي يعمله المقبلين على الله هم ده يعمله أهل المحبة فلو تعملي ده يكون أحسن طيب بس أنا بتوجع وكريته اكره أفعاله بس ما تكرههوش هو لأنه لو تغيرت أفعاله يفتل هو موجود وده أصل من أصول أهل السنة والجماعة إنهم بيكرهوا المعصية في العاصي مش بيكرهوا عين العاصي فلما تكرههم المعصية في العاصي تقولوله على فكرة أنت فيك حاجات جميلة بس بيسيبك من معصيتك دي فتسعديه وتكون عاونا عاونا له على الشيطان وعاونا له على نفسه الأمارة بالسوء ولذلك إلا حاصل أن ربنا كره إلينا الكفرة والفسوقة والعاصيان ما كرهش إلينا العصاة لكن كره إلينا الفسوقة والعصيان يبقى إذن إحنا بنكره المعصية ما بنكرهش العصاة وده يكون أصلي من أصول أهل السنة والجماعة فعشان كده إلي حاصل إحنا بنكره المعصية ونرجو الطاعة لأهل المعصية يبقى أنا أقولتلك أول شوية حاجات أول حاجة مش هيكون عليك إسم لو أنك أنت تعيد بس ده مش الأحسن الحاجة التانية أن محدش يقولك إكراه المعصية بس ما تكرههش هو يبقى أن أنت ده عندك قيمة اسمها قيمة الأخوة فهو ما زال المتلبس فيه أنه هو أخوك فعشان كده إلي حاصل أنت بتكرهي قسوته بتكرهي سوءه بتكرهي كل الحاجات الوحشة اللي هو بيعملها بس ما تكرههش هو دي حاجة محتاجة تدريب ومحتاجة وعي ولو حصلت هتجد جزء من مجزء من الوجع اللي في قلبك راح ولما تسألي هو إزاي أخويا بيعمل كده نزغة من الشيطان تسلط على أن ليه نفس الأمر بالسوق بس هو لسه أخويا يبقى أعمل إيه لو قدرت ساعده أنه يخرج من اللي هو فيها ساعده لأنه هو في حالة مش هي دي الحالة الصحيح لأن المعصية طريقة عليه مش هو مش هو مصنع المعصية دي المعصية طرق عليه فأساعده أنه يتخلص من هذه المعصية السؤال اللي بعد كده وما تسمح لهش بالمناسبة أنه يضرابك لكن النصيحة اللي بقولها لك بقى النصيحة الأساسية ما توقفش قصاده يعني ما توقفش قصاده يعني ما تسمح لهش أنه يضرابك لكن ما تعوديش بقى تقولوا لي أنت وانت 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 بكده يعني إنسان وانت بكده ده هيوصله اللحظة من لحظات لا يستطيع أن يمتلك عصبيته ويأذيكي فأنا بقولك الكلام ده عشان تحفظي نفسك ما توقفش قصاده ليه طيب؟ لأن ده بيخليه يزداد لهيباً ويزداد سوءاً السؤال اللي بعد كده بيقول أنا زوجي وأهله عاملين مشاكل معايا بسبب أنه عايز ياخد الأيمة مني واعمله تنازل عنها وأنا أعدى عندي أهل زعلانا طيب كان بس أنا محتاج من حضارك تقولي لي أنت بتسألي عن إيه يعني أنا وجوزي وأهله عاملين مشاكل بسبب أنه كنهم بقى عاملين مشاكل معاك ممكن يكون محل سؤال أول من أنهم يعملوا مشاكل معاك وخاصة بسبب الأيمة ده سؤال السؤال الثاني هل هو ينفع يطلب مني أنه أنا تنازل عن الأيمة ده سؤال ثاني سؤال الثالث كمان هو ينفع هو أنا حرام علي ولا حلال إن أنا أوعد عندي أهلي ثلاث أسئلة أنا السؤال أجاوب عليه وما حدش يقولي بجاوب على الثلاث أسئلة لأن كل سؤال من دولة عشان أجاوب عليه محتاج حاجة مهمة جدا محتاج إيه محتاج إن أنا أعرف تفاصيل هو عاملين معاك مشاكل ليه هل أنت عاملين معاك مشاكل لأن أنت لا تحسن التعامل معهم طيب أنا صحت ليكي متوقفة أسألك أنت بتعملي معاهم إيه ولذلك لازم نعرف هو بيطلب منك أن أنت تنازل عن الأيمة ليه هل أنك أنت بتهديديه أن أنت عتحبسيه أنا مش دايما بقول أن أنت أنا مش أصدي أن أنا أقول أن أنت بتعملي كده لكن أصدي أن أنا بقول أنا شغلتي أن أنا بدرب المفتين بالمناسبة أنا دربت مفتين كتير فالكلام ده أتبقوله للمفتين ما تجوابش على سؤال والسؤال ده محتاج لتفاصيل لأن الناس هتأخذ السؤال ده وهتطير بيه وعشان كده أنا محتاج أن السؤال ده تزداد فيه التفاصيل ويتقال إحنا عايزين نسأل عن إيه وساعتها نقدر نجاوب عليه بشكل صحيح فاصل؟ ثم نعود لحضراتكم عشان نكمل أسئلتكم من باركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا سؤال بيقول إيه حكم واحدة قعدة مع جوزها وهو مش عايزها بس مش عايزي طلعها عشان مش عايزي ديها حق دهبها اللي بيعهولها واشترى بيه أرض كتابها باسم شوية كده سوق ظن كده على شوية حاجات كده على شوية مشاكل دي محتاجة طبعا إرشاد زواجي لكن خلينا أقول الجزء من السؤال اللي أنا هقدر أجاوبه والباقي ده محتاج أن انتوا تجولي انتوا الاتنين على مركز الإرشاد الزواجي في دار القفطة ونتكلم بقى عن كل الأسباب اللي حصلت كده يا سادة احنا بنفضل في الجواز مش مش معنى ان احنا مش مرتحين مع بع هو واضح ان انت بتقولي ان هو مش عايزي طلقني على فكرة كونه مش عايزي طلقك دليل على ان لسه في بقية حب انت بررتي ان هو مش عايزي طلقك عشان يدهب انا مش عايزي أقولك حاجة احنا عندنا أمارات ان الحب عندنا بيقل وممكن يموت بس فيه أمارات بتقولي ان الحب لسه فاضل الواحد لما حب عنده بيموت وبيكره ممكن يعمل أي حاجة فعشان كده اللي حاصل لسه في بقية حب في اللي أنا سمعه ده في اللي أنا قريدة في السؤال اللي أنا قريدة طب وده معناه ايه معناه ان احنا محتاجين اه ينفع ان انتو تعودوا مع بعض اه جوازكم صحيح انما الكلام بقى اللي بيتقال بقى في السوشيال ميديا واللي بيتقال ما بين الاصدقاء الكلام اللي يود في دهيا انت عددك معه حرام قال لأ ده حرام عليك ان انت بتفتي أصلا ده حرام عليك ان انت بتتكلمي أصلا الكلام اللي انت بتقولي ده هيكبك في النار ما تنصعيش انت في الموضوع ده خالص فوعاتكم مع بعض وهو مش عايز تطلقك اه ده جائز كونك انت بقى اصلا هو باين من السؤال ان انت كمان مش عايز تطلقي اه صحيح انت بتقولي ان هو مش عايز تطلقني بس ما جبتيش سيرة ان انت عايز تطلقي وعشان كده ايه اللي حاصل هشيرتكم مع بعض حلال اه حلال ما احنا مش اه الحقيقة يعني محدش قال ان الجواز بيفضل بس فوق كله وده و لطفه ما عارفش ايه لا كمان الزواج بينزل تحت والناس تحس بالضيق والحرج وحسس ان قلبها مش قادر يستحمل وخلاص وصلت للنهاية بيجنب في مركز الاشياد الزواج وبنوجد ان شاء الله بيبقى فيه اسباب للحل بمدى لله سبحانه وتعالى وعشان كده اه ينفع ان انت لسه مراته اه ينفع ان انت تفضلوا متجاوزين اه لكن ما ينفعش ان انت ما تروحوش كمان وتحلوا مشكلة مع خبير لازم تروحوا لخبير يحل لكم مشكلتكم اما مسألة ان هو عايز مش عايز تطلقك عشان الداهب اللي خده منك بيعقولك واشترى بيه ارض باسمه انت اللي اديتهوله طواعية وكنت بتسعديه لكن لو كان غصبك يبقى الفلوس دي فلوسك وهو مغتصبها لكن لو انه انت اديتهوله الفلوس ده بالرضى فانت كده كنت وهباله الفلوس ده فلازم كمان ده كمان يكون المسألة واضح لازم نبقى عارفين ان الجواز يا سادة فيه ابواب كتيرة جدا جدا ممكن نفتحها عشان الجواز يرجع تاني يفتح لنا ابواب السعادة والمواد ده والفضل والنعمة يا سادة ما تنفضرش نشتكي ونفضرش نقول لعن الجواز اشياء سلبية وما نحاولش لحناها احنا مش عادين في الجواز عشان كل واحد فينا يلقي التهم على الاخر الجواز مش ساحة محكمة الجواز ساحة مدد من ربنا وكرم ومواده ورحمة لازم نرجع الجواز تاني اساسه التراحم مش اساسه انت خدت مني وكان لازم تديني وانت ساعة ما الجواز هيبقى مليان تراحم ساعتها واحنا هنلاقي مئة مخرج من مشاكلنا واوجعنا حاولوا تصبوا بالسم الرحمة على جروحكم في الجواز عشان البلسم ده هو اللي هيخليكم تشوفوا الحياة الزوجية من عندي الله يعني هتشوفوها بالمدد واتشوفوها بالمواد ده والرحمة والسكن يا رب جعلنا دايما باب من أبواب الرحمة على أهل بيتنا وجعلنا يا رب دايما نذوق حلوة مددك وشهد المودة التي تنزل على بيوتنا بلطفك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين